السلام عليكم و مرحبا بكم معنا ناشخ حبيت نشارك معكم هذه الوصفة تعبق لواع نجحة بدون اهل التوريق و كمية قليلة درنا سنوات صغيرة دكنوا لكم سنوات كيفا اشتبهوا معي الفيديو الاخير باش تفهموك وشان ننقل شوفوا ابنا بدرت 3 كيلة 4 كيلة تفارينة بدرت كيلة اسمن وزكاة شوية زيت هذا ما كان ودرت لها السكر و لافاني كما رأيكم و طميتها و حب اولاد الجاج انا هنا مدرت تحبها كمية قليلة و طميتها بالكيلة تعمى مظهر و اللبام كما رأيكم و كما رأيكم العجينة البنت لا تجد يبسع و لا تجد طريقة يعني دعوها شوية كما يقولون مليحة لا تجد طريقة باش تجي كما يقولون تمشينا بالخف نحطوها بجي خليتها ترتح يربي 1-4 ساعة كما رأيكم الحشو تحال بنت ثلاثة كيلة كوكاو بالقشور ثلاثة كيلة ثلاثة كيلة ثلاثة كيلة و القرفة و طقورة بالليتو بالمظهر كما رأيكم تشوفوا البنت نحلها كما رأيكم بعدها نحل كل شي على خطر على البنت و نبدأ نحلها من الوسط هكا نضربها مليحة في الوسط باش مطهور بليش طبقة على خطرها كما رأيكم تشوفوا و ندهن السنوات بالسمن و نعاود نفصل هادوك الطبقات لقد قررتهم سيفالي تشوفوا الطبقات محلولين كيمة و يطرع من السنوات تأتيت أجل طريقة تقليدية كامل و نضربها على طبقة فوق طبقة فاق و نضربها و نضربها و نضربها أتفاق نقسمها حسب الطبقات نحب حبينا سبعة من فوق و سبعة من تحت نقسمها على سبعة على اربعتاش حبينا خمسة من تحت و ستة من فوق نقسمها تاني على حدش كما هكذا البنات فهمتوني انا هنا درتها ربعة من تحت و خمسة من فوق يعني قسمتها على تسعة ووزنت كامل الكمية ديالي وعودت قسمتها على تسعة و كل ما نضير طبقة على جينة الورق هذو نعود ندهنهم بالسمن كما رأيكم و رحنا نقطحها مقروطة كما تعزمها للبنات كما اشتوني اللبنات نضيره الزائد و نزيده الفي وبعدها نبدأ نقسمه كما رأيكم بالمصارة نحب دايما ننقيس بالمصارة باش جيني نحبة صغيرة و جيكي نحبة صغيرة لبنات جيني متحوفة و يعني وكل واحد يدو قضياله كما رأيكم تشوف اللبنات هكذا نعودو كي نخرج نحو ضيف ولا نحب الهديوها ولا هكذا نحبو نزورو الأقارب دينا ولا سنيوة بقلاوة كي ما رأيكم تشوفو في وقفة نديروها ما تكلفناش بزاف ما منحبو نديروها باللوز ما تكلفش بزافة كسنيوة كي ما قلتلكم في وقفة نديروها تقدروا ما نتمدوها البنات هكذا البناتكم اللي عندهم بناتهم صغار تقع 12-13-14 حتى 16-17 كي ما نقولو يتعلموا فيها أشك فوا يعودوها حتى يعودو يعرفو ديرو الحاجة باش يعودو ما يهابوش من حلوية التقليدية دينا رهي ما شاء الله يعني عندنا حلوية ما شاء الله عليها يعني كيم يقولو الضوق والشكل دي لها ما شاء الله شوفو لبنات قسمتها بها الطريقة ارشقتها ذاك لها شوية سمن من الفوق ارشقتها بالكوكا ودخلتها للفورط عبت بسحب شنو خليتها شوية تحمرت لبنات هذه هي الوصفات تعناتها اليوم والفيديو خفيف ضريف هذا ما كان نقول لكم سلام خياتي ان شاء الله يكون يعجبكم الوصفات دي ولي ولي ما فهمتش الاخت لي ما فهمتش اي حاجة تعودو تبعتلي في التعليقات ما عندي حتى مشكل نجاوب كامل خياتي سلام خياتي نترككم في لاعية الرحمن سلام